السلام عليكم ازايكم يوم 11 اغسطس جبت لحضرتك مقالة نازلة في جريت الجاردين البريطانية بتنفرد بها بخبر هيهز الدنيا كلها وهو ان السعودية دعت الرئيس الصيني لزيارتها رسميا و جريت الجاردين كان بتتكلم وفقا لمصادر وثيقة للغاية ومصادر قريبة من اتخاذ القرار ان مضادة تم السعودية دعت الرئيس الصيني خلي بالا انا هنا بكلمك على اغسطس انا بكلمكش على اي شهر تاني او بكلمك الشهر اللي فات لا لا بكلمك على اغسطس شهر تمانية فجلت الجاردين قالت لك احنا واثقين بالموضوع ده ورئيس الصيني هيجي السعودية وقالوا في نهاية المقالة ان الزيارة هتكون قريبة للغاية والحقيقة ان اغسطس خلص وان سبتمبر خلص واكتوبر خلص ونوفمبر خلص واحنا في نوفمبر حاليا ومافيش اي اخبار رئيس الصيني مجايش الا ان من كام يوم كده طلعت جريدة اسمها والسريت جونر وقالتك خلي بالك بقى وفقا لثلاث مصادر وثيقة بيتم الاداد رسميا لزيارة الرئيس الصيني للسعودية والحقيقة برضو جريت والسريت جونر ما كشفتش مين هم المصادر ورئيس الصيني في حقيقة انت بس هي قلتلك ان هو حييجي في النصف الثاني من ديسمبر وخلي بالك الزيارة دي خطيرة للغاية وكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده خطير جدا دي مش زيارة عادية دي زيارة تقلب الدنيا برحقيقة ان اول سريت جونر طلعت بالمقالة دي بس برضو ما تمش تعززها من مصدر يطلع يأكد او ينفي المعلومة الى ان رويترز النهارتا جاب التصريحات من عادل جبير وزير الدولة السعودي بيأكد فيها ان بالفعل رئيس الصيني جاي في النصف الثاني من ديسمبر وراجل حيجي يزور السعودية وهنا تبقى قنبلة تم القائها على امريكا بشكل كبير تقدر تقول كده ان دي قنبلة الامريكان كانوا بيحاولوا يتجنبوها ومكانوش متخيلين ان الكلام ده بالفعل يطلع حقيقة لان بمناسبة صاحبي سأل قبل كده جاك صالف المستشار الامر القومي الامريكي وقال له ايه رأيك في الزيارة الرئيس الصيني للسعودية مرضيش يجاوه وقال لحد دلوقتي ما تمش تأكيد الزيارة دي فانا مش هقلق على استنتاجات دلوقتي تم تأكيدها رسميا وان عادل الكبير تلاح اكد الموضوع ده ايه اللي حيحصل بالزبط؟ ويلي يخص ديارة الصين السعودية وليه دي ممكن تقلب العلاقات الامريكية السعودية بشكل ببير؟ خاصة ان كان لسه مبارح جاي اكلم حضرتك على ان فيه قاذفة استراتيجية امريكية من تراز بي 52 طارت في الشرق الاوسط في رسالة واضحة جدا لايران ان ممكن يتم قصف ايران بالنووي النهاردة السعودية طلعت بيان بتشيد بيه بتحركات الكاذفة دي وقالت ان مقاتلات سعودية من تراز تايفون و تراز اف 15 طارت بجوار الكاذفة دي في الرسالة واضحة جدا للتعاون الامريكي السعودي فليه النهاردة السعودية بتتكلم على ان رئيس الصين جاي ورئيس الصين لو بيجي هيعمليه بالزبط؟ هستعرف؟ هقول لك لازم احكي لك تكص من او قبل ما اكشف الموضوع قبل ما اكشف لك التفاصيل خليني يقولك ان احنا معانا راعي محترم جدا وهو كونسل ماد فيه ناس بيبقى عندها مشكلة في تشخيص المرض بتاعها سواء بقى فيه حالات بتبقى مستعصية كده على الدكاترة بيقولك والله دي حالة تستدعي السفر للخارج لان علاجها هنا هيكون صعب او ان انت محتاج ان انت تبص على دكتور خارجي هو اللي يشخصلك المرض بشكل كبير حقيقة دلوقتي السفر للخارج بقى مكلف جدا جدا ففيه اختراع اسمه كونسل ماد كونسل ماد بيعمل اي بقى بيوصلك بالدكتور اللي برا يخليك تكلمه فيس تو فيس او يخليك تكلمه فيديو تعرض عليه نتاج التحليل بتاعتك الاشعات الكلام ده كله تخلي الدكتور يبص على الحالة ويشخصها لك من جير ما تسافر من جير ما تقطع تسكيل الطيران ولا تحجز قتلات ولا ايه حاجة يعني بص اختراع جامد جدا وبيسهلك ويوفرلك حاجة كتير حقيقة يا كونسل ماد مبقاش فقط موقع ده بقى ابليكيشن كمان او تطبيق والتطبيق ده بيوفرلك حتى العلاج يعني انت لو فيه ادوية مش لقيها في السلدلية لجنبك التطبيق ده اللي اسمه كونسل ماد بيوصلك برضو للدواء بتاعك فمش بيوصلك فقط للدكتور لأ والدواء موقع محترم جدا وتطبيق هايل هسيب الرابط بتاعه اسفل الفيديو لو حابب تبص عليه نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه اللي بيحصل بزرق الحقيقة لما تيجي ببص على الواقع الامريكي حاليا او الاجواء في امريكا هتلاقي الاجواء في امريكا غضبابية شوي ليه؟ لأن كل توقعات في الاعلام الامريكي اللي انا كنت بنقلها ان الجمهوريين حيكتسحوا مجلس الشيوخ ومجلس النواب وان الامريكان مش طايقين جو بايدن ومش طايقين الحزب الديموقراطي النهاردة الحزب الديموقراطي سيطر رسميا على مجلس الشيوخ الامريكي مش بس كده عايزوا لك ان اخر انتخابات المجلس النواب الامريكي الجمهوريين مسيطرين على 211 مقعد مقابل 204 للديموقراطيين وخلي بقى لك المتبقي فقط 18 مقعد والنقطة هنا ان انت عشان تحصل على الاغلبية لازم تحصل على 218 مقعد خلاص الصراع على مجلس النواب في امريكا اشتعل بشكل كبير جدا واضح ان توقعات الاعلام الامريكي وكل استطلاعات الرأي مكادش دقيقة لان في حاجة غيرت نتائج الانتخابات الامريكية ايه السبب الاساسي لتغير نتائج الانتخابات الامريكية بص السبب الاساسي على حسب توقعات الخبراء ان الديموقراطيين بيدعو انصارهم للتصويت من بدري اول يجيقول لهم صوت بالبريد خلاص يدعوهم للتصويت من بدري في حين ان الجمهوريين بيقولوا انصارهم ينزلوا يوم الانتخابات يدلوا باسواتهم فده اللي بيقدي ايه ده اللي بيقدي ان التصويت بالبريد ده بياخد وقت خلاص عشان يتم الكشف عن نتائج بتاعته في حين ان التصويت داخل مراكز الاقتراع بتطلع نتائجه بشكل فوري فحتلاقي في بداية فرز الاسوات حتلاقي الجمهوريين بيتقدموا بشكل كبير جدا وفي الاخر حتلاقي الديموقراطيين يقلبوا مشهد اول ما يتم فتح التصويت بالبريد اول بيلاوت فانت بتتكلم هنا الديموقراطيين شارسين جدا والنتائج دي بتدعم الرئيس الامريكي بشكل كبير بس خلي بيارك زي بتدعم الرئيس الامريكي بشكل كبير هي بتهدد علاقات امريكا بالدول اللي مش حابة الحزب الديموقراطي بشكل او باخر من ضمنها مين؟ السعودية خلي بالك علاقة السعودية بالحزب الديموقراطي سيئة للغاية للغاية ليه؟ لأن قبل انتخابات مجلس النواب الامريكي ما تحصل اوبك بلس خفضت الانتاج 2 مليون برميل في اليوم والحقيقة الحزب الديموقراطي وانا هنا قعني الحزب الديموقراطي ما شافش ان القرار ده طالع من اوبك بلس هو شاف ان هو خارج من السعودية وشاف ان السعودية كانت بتقود اوبك بلس وعاوزة تخلي الحزب الجمهوري يبقى ليه افضلية لان لما السعودية تخفض الانتاج 2 مليون برميل يوميا اسعار النفط هتزيد بشكل كبير فالحزب الديموقراطي مش طائق السعودين مش طائق السعودين وتوقع الحزب الديموقراطي لو ما خسرش مجلس النواب او الجمهوريين ما سيطروش على اغلبية مجلس النواب توقع ان الديموقراطيين هيدغطوا اكتر على الرئيس امريكي جو بايدن لعداء السعودية خاصة خد بالك بقى من المفاجأة الكبيرة اولتي النهارده موقع اسمه اويل برايس اويل برايس ده متخصص في اسواق النفط واسعار النفط وكام ديقول بيقولك ايه بيقولك اوعى تتوقع ان من هنا ورايح اسعار النفط هتطهد لأ هم نتكلم على 10 دولار في الاسبوع تقريبا هيصعد فيهم اسعار النفط لحد بيوصل ال 125 دولار لبرميل واحد طب ليه اويل برايس حطت تحليله على كده باسم موقع اويل برايس قالك احنا حطين تحليلاتنا لكذا سبب اولا الصين ابتدت تشيل بعض القيود عن مواطنيها اللي بيعانم من فيروس كورونا يعني مش قفلة قفل كامل لا في بعض المناطق كده الصين بتات تخفف عليها شوية ده حاجة تاني حاجة خد بالك ان الاوضاع في ليبيا ما استقرتش والاوضاع في العراق ما استقرتش برضو بالعكس الصورة كل ما هي شغالة في ايران ايران بتهدد العراق بشكل كبير ايران بتستخدم ميليشياتها في العراق بشكل اكبر هتلاقي عدم الاستقرار في العراق وليبيا حيزيد زائد ان ايران اصلا فيها صورة فهتلاقي برضو اضطرابات حتى في النفط الايراني المهرب ماشي؟ طيب تروح لشهر ديسمبر قالك اول ما هيخش ديسمبر هتلاقي ان فيه سقف الاسعار محطوط على النفط الروسي ما يؤدي ان النفط الروسي هيتم تقليله في الاسواق ما يدعو ان الاسعار هترتفن كل ده بيشير لي ان الطلب هيزيد والاسعار هتزيد مقابل ان الانتاج هيفضل زي ما هو فانت بتتكلم على 125 دولار دي هتوصلها يعني هتوصلها في ديسمبر في يناير بس كده او كده احنا في الطريق 125 دولار فلما السعر يزيد هيكون فيه اختبار حقيقي للعلاقات السعودية الامريكية انت بتتكلم هنا ان الامريكان ما تقرسوش فعلا في ابتخابات التجديد النصفي والديمقراطيين مخسروش بنتيجة مهينة بس الديمقراطيين حيخش في الاختبار بتاع سقف السعر على النفط الروسي وزياد اسعار النفط توصل 125 دولار هنا هنشوف الاختبار الحقيقي في حين ان السعودية بتدعو الرئيس الصيني ان هو يكون موجود على اقراضيها حقيقة الامريكان حيشوفوا الموضوع ده ان هو تهديد حقيقي لانفوزهم في الشرق الوسط ليه؟ خلي بقى لك الامريكان مش شايفين اي دولة كأنها عدو او منافس رئيسي ليهم في العالم حاليا غير الصين هما شايفين ان روسيا غرزت في اوكرانيا بشكل كبير قدروا ان هما يستغلوا الاوضاع في حرب اوكرانيا وفرضوا على روسيا كل انواع العقوبات اللي تتخيلها ولا ما تتخيلهاش يعني بص روسيا نازل عليها عقوبات كتيرة جدا وده اكيد اكيد بياخذ المصالح الامريكية لانهما شايفين الروس اعداءهم بالفطر طول عمر الامريكي بيكره الروسي والروسي بيكره الامريكي بس الامريكان شايفين ان التهديد الصيني ممكن يعتبر اكتر من التهديد الروسي حاليا وشايفين الصين منافس ليهم في كل انحاء العالم بدليل ان الرئيس الامريكي اصلا موجود في كمبوديا عشان يحضر قمة دول أسيا الجنوبية اللي فيها كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة النفوذ الصيني شوفها دي الراجل ساب كل حاجة وجاي يحضر اجتماع في كمبوديا وطبعا نسيبك انهم لبسوا لبس غريب في كمبوديا والراجل قاعد منشكح جدا بس انا بتكلم ان الصين مهمة جدا للعاقات الامريكية واكيد اكيد الامريكاء حيشوفوا ان التحديد الصيني في الشرق الاوسط حيات عظم مع التقارب الصيني السعودي لان السعودية ما بتمثلش نفسها السعودية بتمثل الشرق الاوسط كله السعودية تعتبر من قادة الشرق الاوسط وقادرة انها تفتح ابواب الشرق الاوسط للصين والنفوذ الصيني تعمقوا ازاي؟ لو جيت تبص على تصريح سابق لوزيلي الدولة السعودية لما طالع قال ايه؟ قال زيارة الرئيس الصيني للسعودية حيكون فيها تلت قمة القمة السعودية الصينية القمة الصينية الخليجية والقمة الصينية العربية شوفها دي ايه؟ يعني السعودية بتفتح أبواب الشرط الأوسط والخليج للصين فهو رهيب جدا جدا اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم حيث يسبق الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الصيني للمملكة وقبل انعقاد القمة السعودية الصينية والقمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية والتي تنظر المملكة لها باهتمام كبير وتعمل على انتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بها من أجل نجاحها وتحقيق التطلعات المرجوة منها فأهم حاجة حيركز عليها الأمريكان هو طريقة استقبال الرئيس الصيني في السعودية الحقيقة جاريت الجارديم من 11 أغسطس وهي بتتكلم على طريقة استقبال ترامبية للرئيس الصين يعني ايه ترامبية؟ يعني زي ما تم استقبال الرئيس الصابق دونالد ترامب حلالك شفت تم استقباله ازاي؟ بالسيوف والأنغام والاحتفالات والكلام ده كله حتى مالك سلمان ترعي استقباله بنفسه فكان استقبال عظيم جدا وكان استقبال أسطوري وده كان العكس تماما من استقبال جو بايدن في السعودية استقبال جو بايدن كان مهين جدا لأن الرئيس الأمريكي لما وصل السعودية تم استقباله مش عن طريق ملك سلمان حتى أو مثلا خالد بن سلمان وهزير الدفاع السعودي الحالي لا خالص تم استقباله استقبال بسيط جدا وتم انتقاده من قبل الإعلام الأمريكي لأنهما شايفين انتهى كان استقبال مهين وحتى لما وصل الأسر الملكي تم استقباله فيست بامب قبضة اليد ومش وليه العائس السعودي فقط اللي سلم على جو بايدن فيست بامب لا ده النهاردة طالع صور لقادة سعوديين تانيين كانوا بيسلموا فيست بامب على جو بايدن فعل الكلام ده كله خطير فانتها بتتكلم ان اللي ما تمش تقديمه لجو بايدن حيتم تقديمه الرئيس الصين انه حيتم استقباله استقبال ترامبي واحتفالات والكلام ده كله وممكن الملك سلمان نفسه يروح المطار ده هيبقى تهديد خطير جدا اعلاميا لامريكا لان اكيد الاعلام الصيني حينبهر بطريقة الاستقبال دي واكيد الاعلام الصعودي هيسوق لطريقة الاستقبال دي مش هنا مشكلة مشكلة كلها الامريكان حيركزوا الرئيس الصيني هياخد معاه ايه هو ماشي خب بالك بس حيطة دي الامريكان مش بصين رئيس الصيني حيتم استقباله ازاي او كم ده كله ده ممكن تستخدمه في الاعلام انما هياخد ايه هو ماشي ده سؤال لان الراجل اكيد مش انت بتدعوه عشان يمشي يقيده فاضية لأ رئيس الصيني جايلك وطلع من الصين وبيهز طوله وساب المشاكل اللي عنده جايلك اكيد اكيد عشان ياخد حاجة طب ايه اللي ممكن ياخده بص عدل الجبير في تصريحاته الرويترز قال الزيارة دي حتناقش امور امنية بوكتصادية خب بالك بس من امتى السعودية بتصرح انها بتناقش امور امنية مع الصين ما حصلتش امنية دي يعني علاقات الامنية يعني السلاح من امتى ما حصلش اقتصادية ممكن اتفاهم بقى ان ابرز تهديد اقتصاد ممكن يتم توجيهه الامريكان هو التهديد بالبيترو دولار ازاي بقى اكتر من مقالة كانت تتكلمت في الموضوع ده بشك في تفاصيل بس برضو مقالات قديمة زي مثلا مقالة كانت نازلة فول سريد جونر كانت بتتكلم ان الصينيين مهتمين جدا ان هو ممكن يستبدلوا الدولار باليوان الصيني في النفط اللي الصين بتستوردهم السعودية حسن يعني بدل ما يدفعوا الدولار للسعودية يدفعوا لهم يوان صين وده حيبقى اول كسر لبيترو دولار في العالم كله وده اللي الامريكان ممكن يقوموا ما يعدوش بسبب تعرف يعني تستبدل ببيترو دولار انت كده بتقتل الامريكان وبتقتل الدولار الامريكي فالنقطة دي نقطة خطيرة جدا فده حاجة تاني حاجة امنيا خلي بالك ان فيه صفقات سلاح سرية بين السعودية والصين ماشي وفيه مصنع صواريخ صيني داخل السعودية ماشي مصنع صواريخ باليستية صيني داخل السعودية فالكلام ده كله لما تناقش الامور دي في العالم تبقى كارسة كارسة ده تحول رهيب جدا السعودية مش فقط بترضي طموح الاملاكي لأ السعودية بترضي طموحها هي وانا جيت قلت لحضرتك في حلقة سابقة السعودية مبسوطة جدا من التنافس الصيني الامريكي وعاوزة تشعل النار فيه اكتر لان كل ما يتنافسه اكتر كل ما كل طرف فيهم هيقدم تنازلات اكتر للسعودية يعني ممكن الصين تقدم تكنولوجيا جديدة للسعودين تقدم صفقات سلاح ممكن ما كانتش متقدمة قبل كده ممكن الامريكان ينافس بقى عن موضوع ده يعني قديك شفت اول ما ايران هددت السعودية واول ما طلعت المخابرات السعودية وارسلت بيانات عن وجود تهديد ايراني محتمل امريكا بعت قاذفة نوية وبعتت قسطول من طيرات الاف 22 رابتر بعتتها للسعودية فالسعودية مبسوطة بحاجة زي كده والسعودية لحد دلوقتي بتلعبها بزكاء كبير جدا سخلي بالك النقطة مهمة الغلطة بفورة في الوضع اللي احنا فيه ده انت كده بتختبر حدود علاقتك بالصين وبتختبر حدود علاقتك بامريكا والموضوع هنا كي انك ماشي على سلك رفيع جدا او حبل رفيع للغاية ماينفعش انت طوعها اللي بتعمله السعودية حاليا هو في منتهى الخطورة ومنورة في منتهى الخطورة بس واضح كده ان سعودين عارفين هم بيعملوا ايه ولاي العادل سعودي له خطة معينة هو عاوز يخلي العلاقات مع الامريكان تبقى امنية اكتر من اقتصادية في حين ان عاوز يخلي العلاقات مع الصينيين تبقى اقتصادية اكتر منها امنية شوية واضح كده ويحاول ان يلاقيه عند كل طرف اللي مبيقدموش الطرف الآخر بس النقط اللي انا واقفة عندها ان السعودية نفسها هي بتتغير اخو بلك بس عيثة دي الدولة السعودية تفكيرها نفسه بيتغير عمر السعودية مكاد نتلعب اللعبة ده وعمر السعودية مكاد بيتهدد امريكا وكاد بتستغل الصين مكادش بتعمل اللعبة ده والدليل على كدة ان انت بص سلوك السعودية داخليا عامل ازاي السعودية بتتغير من جوقك اقتصاد السعودي بيتغير ازاي بص مثلا ان الفطيم حيبني اكبر مول في الشرق الاوسط كل مول حيتكلف اربعة مليار وتلتمية مليون دولار في السعودية مول كبير جدا وضخم جدا بيقولك حيكون جواه ست فنادق واكتر من ثلاثة سوبر ماركت وحتلاقي فيه السكيتنج ده اللي تزحلق على الجليد هيقولك مدينة جوا مش حاجة عادية لا مول ضخم جدا جدا السعودية اقتصادية بتتغير وطموحها الاقتصادي بيتغير والدليل انها برضو النهاردة بتكلمك على زيادة انتاجها من الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية بخمسين في المية خمسين في المية هتيجي تقولي وايه داخل الموضوع ده بزيارة الصين وامريكا لا لا حضرتك بتتكلم ان السعودية عاوز تبقى قوة كبرى وما تعتمدش فقط عن نفط فانانشل تايمز النهاردة في مقالتها اللي هي بتحدث فيها عن الاسمدة الفوسفاتية في السعودية تقولك اصلا السعودية من كبرى الدول اللي بتصدر فوسفات في العالم ليه السعودية عاوز تزود انتاجها خمسين في المية اكتر قالك لان السعودية عاوز تاخد ربع السوق العالمي من الفوسفات وان الطلب على الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية هيزيد بشكل كبير لان اعداد السكان او التعداد العالمي للسكان هيزيد فحيكون في ضغط عالطعام والطعام ده بالتبعية هيكون في ناس اللي هي بتزرع محتاجة اسمدة والاسمدة دي هتيجي من السعودية انا بس بحاول اشرح لحضرتك الفكر السعودي ماشي ازاي السعودية زكاية جدا السعودية لها طموح كبير جدا مش عاوز تعتمد فقط عن نفط عاوز تنوع اقتصادها وزي ما بتنوع اقتصادها هي بتنوع سلاحها والامريكان عارفين كده كويس لان خلي بالك السعودية بقالها سنتين بالزبط مخضيتش حاجة من الامريكان كأسلحة يعني اي كلام وحتلاقي الصفقات السعودية القوية جدا بتتم بشكل سري يعني انا اتوقع ان المصنع اللي اتعمل ده واللي اكتشفته السياة ايه اه في وسط السعودية انا اتوقع ان فيه مصنعين تلاتة بيبينه دلوقتي لان المصنع ده لما اتعمل كان هايل والسعوديين فخورين بيه جدا فتخيل بقى وليه العاد السعودي هو موجود دلوقتي بيرسم على كم مصنع ده حاجة تانية حاجة مش معنى ان السعودية طموحها الاقتصادي والسياسي بيزيد يبقى الاخطار عليها حتقل بالعكس بتتكلم ان ايران نهارده افرجت عن قدرتها على امتلاك صاروخ فارت صوت او هاي برسونيك والمحلين زي ما انا قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت بيتوقعوا ان الروس هم اللي نقلوا التكنولوجيا دي للايرانيين الايرانيين بيتطوروا في الاسلحة اللي معاهم فخطر بيزيد على السعودية فاكيد السعودية بتعمل على قدرتها العسكرية انها تتطور هيك وتكون بتختلف وبتستغل الهدنة في اليمن دي انها تطور قدرتها العسكرية لحرب محتملة قادمة لان ايران شايفة في التظاهرات اللي اي ما عندها مش شايفة حد غير السعودية وانا جبت لحضرتك فيديو قبل كده ان ولاي العاد السعودي بيتكلم ان الايرانيين شايفين السعودية هو الهدف الاساسي فاللا انا عاوز اقول خليك فخور ببلدك كسعودي وخليك على ثقة ان السعودية فكرها تغير تمام وان السعودية لها اهداف كبيرة جدا في المستقبل عاوزت تعملها ان شاء الله ربنا حيوفاها لان هم اخواتنا زيهم زي الاماراتيين بالظبط كده بس في نقطة كده قبل ما اقفل خدت بالي منها الزهر كده فيه خلاف قطري اماراتي كبير شوية خب بلدك بس في الكلام اللي ابقى لهول اجده النهاردة قناة الجزيرة بتهاجم الامارات والنهاردة مسؤولين الاماراتيين بيهاجم قطر بشكل جديد فيه خلاف اماراتي قطري واضح في الاجواء في حين ان السعودية لسه بعت قوات درع الجزيرة لقطر عشان تحمي كاس العالم هناك فاكيد السعودية هتلعب دور في تهدئة الخلافات دي واكيد مصر برضو هتلعب دور في الخلافات دي بس خد بالك من خلافات الاشقاء عشان بتبقى قاتلة في الاخر يا رب اكونش راحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط ويا رب نصر مصر ويا رب نصر السعودية ويا رب نصر العرب كلهم يا رب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة